أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة وهذا سائم يقول ما حكم الأب الذي يدعو أولاده مع تجارته وهم صغار في السن لا حول لهم ولا قوة فيأتي ضعاف النفوس قبحهم الله ويفعلون بهم اللواط والعياذ بالله فما حكم هذا الوالد تجاه ابنه ماذا؟ مع تجارته؟ يقول سلمك الله ما حكم الأب الذي يدعو أولاده مع تجارته وهم صغار تجارته نعم مش علاقة التجارة اللي يهمل أولاده سواء مع تجاره أو مع إهمال الأولاد تركهم في الشوارع وتركهم في مجالس السوء وتركهم يذهبون مع من لا يؤمنون عرضه لأن يقعوا في الفواحش عرضه لأن يقعوا فالواجب على الوالد أن يرعى أولاده مثل ما يرعى راعي الغنم غنمه يتابعها وينظر إليها ولا يهملها ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى راعيه الأسد فالوالد مثل راعي الغنم راعي أولاده ولا يخلهم يغيبون عنه ويكل أمرهم إليه أو يقول خلهم يروحون بنام أو بأشتريه خلهم يطلعون مثل ما يقول بعض الآباء فهذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى نعم ترجمة نانسي قنقر